مصدر مطالع بأن إحاطة خاصة عن الوضع العراقي لثلاث ملفات سيتم تقديمها أمام مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل وقال المصدر إن المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت ستقدم بجلسة علنية إحاطة لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس المقبل بشأن الوضع في العراق على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي ويشهد العراق في الوقت الحالي أزمات متراكبة ومن بينها أزمة الدولار وارتفاع أسعاره ومحاولة السيطرة على التهريب فضلا عن الأزمة السياسية بين بغداد وأربيل وذلك عقب قرار المحكمة الاتحادية وتأثيره على عرقلة إقرار الموازنة العامة لعام 2023